تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة سخرية بسبب نشر صورة تظهر قيامه بالتوقيع على ورقة فارغة خلال وجوده في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وكان ترامب يحاول إظهار أنه يواصل العمل ويمارس نهامه إلا أنه بعد التدقيق في الصورة تبين أن الورقة بيضاء فارغة وبحسب صحيفة مترو البريطانية فقد شارك البيت الأبيض صورتين لترامب دون قناع وجهه من داخل غرفتين مختلفتين قيل إنهما من مستشفى والت الريد العسكري الوطني الذي يتلقى العلاق فيه وشاركت إيفينكا إحدى هذه الصور عبر حسابها على موقع تويتر معلقة لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي ولاقت الصورة سخرية كبيرة من مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الذين قال بعضهم أن ترامب يقوم ببطولة مسلسل لتلفزيون الواقعة ترجمة نانسي قنقر